كواليس أزمة حفل عمردياد في لبنان وسر التعاهد المثير للجدل بالرغم من الأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من المعتاد أن الشعب اللبناني شعب محب للحياة ولو بأبسط الإمكانيات وبيظهر أحياناً التناقض بين الوضع الاقتصادي المتردي وبين انتشار صور للمطاعم وأماكن الترفيه الفاخرة الكمبليت ده في الأعياد والمناسبات لدرجة بتخلي الناس بتسأل إزاي في مجموعة بتقدر تأمن الأكل الكافي للسهارات اللي أسعارها خيالية وده أكده حالة من الجدل والانتقاد اللي توجهت لحفلة الهضبة عمر دياب من أول الإعلان عن إقامة حفل في لبنان بعد غيابه عنها لمدة 12 سنة والتزاكرة خلصت من أول دقايق من طرحها وتعاد بيعها بمئات وألافات الدولارات في السوق السوداء رغم أن سعرها الأساسي كان بيبدأ من 60 ل160 دولار أقل فئة وصل سعر الطاولة من 3500 دولار لعشر تلاف دولار الحفلة اللي أحياها عمر دياب مساء يوم السبت 19 أغسطس في بيروت بحضور أكتر من 16 ألف من جمهور الهضبة من لبنان والشام والسياح اللي داخل بيروت وكانت بشهادة الجميع منظمة بشكل رائع وعالمية وأسطورية طليق بالهضبة فعلا تفعل الجمهور بشكل جميل وراقي مع فنانهم المحبوب لدرجة أنه تكتب عنها أنها حفلة تاريخية لم يحظى بها مطرب لبناني أو عربي معاصر في تاريخ لبنان الحفلة استمرت لساعتين غنى فيها الهضبة أجمل أغني وفعلا الحفلة أضائد ظلام لبنان وفرحت جمهوره لكن حالة الجدل بدأت مع نشر الصحفيين لشروط حفل والتعاهد اللي رافق دعوة الحضور واللي كان مكتوب فيها تعاهد وإقرار بالالتزام بقواعد وشروط حفل الفنان عمر دياب أفيد وأنا أتمتع بكامل الأوصاف المعتبرة شرعاً وقانوناً ودون أي إكراه وبملء إيرادتي بعدم تصوير نهائياً أي مقطع أو أجزاء فيديو طيلة مدة هذا الحفل كما أتعهد وألتزم بالتواجد والحضور دن الأماكن المخصصة والمسموح لي فقط وعلى أن يقتصر السماح لي بتصوير صور فوتوغرافية على درجة عالية من الاحترافية خلال الفترات وفي الأماكن التي يسمح لي بها متعهداً بالالتزام بكافة التعليمات والأذنات والتوجيهات بهذا الخصوص مش بس كده ضم التعاهد شرط اعتبره الصحفيين غريب وهو أعطي الحق المطلق للفنان عمر دياب أو الشركة المنظمة بحسف أي مقال أو تصريح منشور أو متداول به على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عند مخالفة ما ذكر أعلى وذلك دون الحاجة لأي إنذار أو مراجعة القضاء وإن هذا الإقرار نهائي لا رجوع عنه حاضراً أو مستقبلاً يعني من الآخر كده التعاهد بيشرط نقل صورة إيجابية عن الحفل وأي نقل الصورة مش احترافية أو إساءة للفنان عمر دياب أو الجهة المنظمة يبقى من حقه يحظف فوراً ده غير إنه كان من شرط حضور الحفلة إن الحضور يلبسوا لون أبيض التعاهد ده كان عامل حالة جدل واسعة بين الصحفيين في لبنان لكن علقت عليه الإعلامية اللبنانية لنضال الأحمدية وقالت إنه من حق الفنان عمر دياب يحط الشروط اللي عايزها لأنه ببساطة الصحفي بيكون مدعو لحضور الحفلة مجاناً فلو مش عايز يمدي تعهد ما يحترش بالرغم من التعليقات اللي اتكتبت من الحضور واللي واضح منه قد إيه كانوا فرحانين بالحفل الأسطوري لعمر دياب وإزاي استمتعوا بالحفلة وما كانش فيها أي مشاكل إلا إن فيه متابعين عملوا من شروط الحفلة أزمة وبدأوا بتوجيه انتقادات للهضبة تحت هاشتاج عمر دياب فعلق متابع على إنستجرام وكتب للكاذم الساهر يلي هو كاذم الساهر مع كل عظمته وقيمته الفنية وتاريخه ما بحياته عمل هيك شيء لا بس يجي على لبنان ولا على غير لبنان بس ما الحق عليك الحق على المقيمين على المهرجان يلي سمحوله يتمادى والحق على دولتنا يلي سمحتله يتمادى هو ضيف مفروض يحترم البلد يلي مستضيفه على أرضنا وعلق مغرد على تويتر بتويتر وكتب فيها كيف الهضبة عمر دياب مسموح بضب مليون دولار فرش وشحنهن إلى مصر ومليون مودع لبناني ممنوع يسحبه دولار واحد من وضعتهم إلا بعد سرقة 85% من يجي يغني أهلا وسهلا بعد سابوه بالمودع اللبناني وعطوه إياهن قيمتها دولار بس محبي الفنان عمر دياب اللي حضروا الحفلة ما سكتوش بعد ما اتفاجأوا بحالة الهجوم الغير مبررة عليه وبدأوا يدفعوا عن الهضبة تحت هاشتاج برضو عمر دياب كتب طبيب الأسنان وناشط السياسي مازن سعادة تغريدة قال فيها جيت متأخر كنت عم أحضر حفلة الهضبة عمر دياب بس ما فهمت ليه الناس انتجعوا من الحفلة لأن حد كم شرط؟ هي حفلته هو حرشو بالدويت شارت بالمناسبة أتحدى أي فنان عالمي أو عربي أو لبناني اللي تعجرفهم يتخطى عجرفة عمر بأشواط يعمل ربع دخامة حفلة اليوم خفوه علينا وخلوا الناس تتبزد كمان كتبت الصحفية اللبنانية كارولين أكوم تويتا قالت فيها بعد في حدا منطقة حفلة عمر دياب واللي حضروها طيب نحن حضرناها قال اللي نفرح ونرقص ونغير جو ودفعنا من مصرياتنا اللي عم نفلح للنهار لنقبضنا واللي مش عاكبه يحضر الفيديوهاب بيرتاح مش بس كده كمان علاقة مغاردة من الحضور بتويتا كتبت فيها اللي هضب عمر دياب غنى مع الآلاف من كل الأعمار بأجواء أسطورية ما صارت ولا الفنان وبيحقلنا نفتخر بعاصمتنا وأولاد بلدنا اللي نفزوها الحفل الضخم بمستوى عالمي 100% ونقول هيدا لبنان اللي بيرجع منارة بسرعة قياسية وإحنا من موقعين مصر بنتمنى مزيد من النجاح والنجومية للبوبستار المصري العالمي عمر دياب ودايما حفلاته التاريخية تكون إضافة لتاريخه المشارف ترجمة نانسي قنقر